أسعد الله ومساكم مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى برنامج تساولات هذا المساء الحديث مشاهدين سيكون عن مجلس الأعلى لشباب كقوة اقتراح وآلية لإسماع صوت الشباب وأمام تحديث إقليمية ودولي رهان على شباب في تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية الحديث كذلك مشاهدين سيكون عن مشروع قانون الجمعيات حيث أمر سيد الرئيس أمر الحكومة بإثراء مشروع قانون الجمعيات العديد من النقاط الأسعد بمناقشتها مع ضيفتي في البلاطو والدكتورة مانار فتني واستاذ القانون وعظبي المرصد الوطني للمجتمع المدني مساء الخير أستاذ أهلا وسلام بك مساء الخير مساء الخير على الأستاذ المشاهدين وشكرا جزيلا على هذه الدعبة الكريمة أهلا وسهلا بك سعداء باستضافتك معنا في كل مرة في القناة كذلك عبر تقنية سكايب لأستاذ عبد الحفيظ بكيس دكتور في القانون ومحليل سياسي دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك أهلا مساء النور ولكل مشاهدي قناة النهار ولك محمد على هذه الاستضافة تحياتي لك أستاذ شكرا لك بعد قليل سيلتحق بنا كذلك عبر تقنية سكايب عبد الحكيم بير زمزم عضو بالمجلس الأعلى ليا شباب عن ولاية تيارت البداية بك دكتورة فتني مانار بالحديث عن تنصيب المؤخرا للمجلس الأعلى ليا شباب وكان فيه إصلاحات كثيرة فيه تجديد المؤسسات كان فيه تنصيب لكذلك المرصد الوطني للمجتمع المدني ما مدى أهمية كل هذه الهيئات الاستشارية في جزائر جديدة بناء على دستور جديد دستور نوفمبر 2020 صحيحة قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم أكيد أن السيد الرئيس الجمهورية قد تقدم للترشح ليس باسم الطبقة السياسية ولا أي حزب سياسي وإنما كان باسم المجتمع المدني وهذا لديه دلالة قوية جدا سوف نذكرها في سياق الحديث ومباشرة بعد انتخابه باشر بفتح عدة ورشات في مجملها تصب في إصلاحات معمقة سواء للمؤسسات الدستورية أو حتى بالنسبة للمؤسسات أو الهيئات الرقابية والاستشارية وهذا أيضا إنما دل على شيء فإنما يدل على أن هناك اهتمام بالشأن الداخلي هناك أيضا رؤية استراتيجية شاملة في الإصلاح الغاية منها هو الوصول إلى مؤسسات دولة ذات سيادة أولا تشرف على الشأن العام ثانيا وتكمل بعضها البعض في إطار ربما حسب وجهة نظر السيد الرئيس الجزائر الجديدة التي يصب إليها الجميع خاصة بعد الحراك المبارك الذي غير كل المتهيم وأيضا غير كل الذهنيات وأصبح الجميع يصب في وعاء واحد وهو الوصول إلى تحقيق كل أنواع التقدم والتطور في الجزائر بدءا بالإصلاحات كما قلت خاصة القانونية وأيضا مؤسسات الدولة دستور 2020 كان أيضا ترجم لكل ما قام به سواء الحراك أو حتى مبادرات رئيس الجمهورية وبالتالي الاستفتاء عليه أيضا كان في حد ذاته مشاركة للمواطن والشعب الجزائري في الشأن العام أيضا ما جاء وأهم ما جاء في جملة الإصلاحات وعلى رأسها أسمى وثيقة وهي الدستور بالإضافة إلى الكثير من القوانين العضوية والقوانين أيضا العادية أهمها الهيئات التي تشكل سلطة بمعنى وعلى رأسها بطبيعة الحال أولا المحكمة الدستورية رغم أنها كانت مذكورة في دستور 2016 لكنها لم تفعل لكن بالنسبة لمجيئها واستحداثها في الدستور 2020 كان بتكريس وهنا لاحظنا بأنها انتقلنا من المجلس الدستوري إلى تفعيل دور المحكمة الدستورية وهنا الفرق بين الاثنين واضح جدا باعتبار أن المحكمة الدستورية هي جهة نزاع وأيضا جهة مراقبة أو سلطة مراقبة على الشأن الانتخابي والشأن الدستوري إضافة إلى أيضا السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتي وهذه مهمة جدا لأنها سوف تحارب الفساد سوف تحارب أيضا الأليات التي تشجع الفساد الإجراءات التي لا تقمع الفساد أو ربما بشكل أو بآخر ربما تتغاضى عن الفساد ليس عن قصد وإنما ربما أيضا نقص وفراغ في القانون وهذا أيضا امتداد من مدى 204 إلى مدى 205 من الدستور دائما أيضا لا ننسى المجلس الاقتصادي البيئي وما له من أهمية قصوى أيضا في الاقتصاد والبيئة على حد سوى وهذا أيضا لديه دلالة عميقة جدا في الحفاظ على التوازنة البيئية وأيضا في الحفاظ على خاصة بعد الحرائق وفي الحفاظ أيضا على الاستقرار الاقتصادي أيضا المجلس الأعلى للشباب وهو مهم جدا وهو نشهد اليوم تنصيبه من طرف السيد الرئيس الجمهورية وله دلالة عميقة جدا سوف أعود إليها بعد أن أذكر المرصد الوطني للمجتمع المدني وهذا مهم جدا لأنه يدفع بتكريس ثقافة المجتمع يدفع بتكريس أيضا إشراك المواطن إشراك المجتمع المدني في الشأن العام تكريس ثقافة الديمقراطية التشاركية تكريس ثقافة الدولة تكريس ثقافة أيضا الرقي بمؤسسات الدولة الرقي بكل ما له معنى من أمن سواء الأمن الغذائي الأمن الاقتصادي الأمن الصحي الأمن الاجتماعي لأن الترابط الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي في حد ذاته هو دعم قوية جدا وأمن داخل البلد يقويه في الجبهة الخارجية الدولية وعلى الصعيد القارلي والإقليمي وهذا مهم جدا خاصة في كل التحديات التي نعرفها جميعا اليوم الجيوسياسية أعود أيضا إلى عنصر مهم جدا وهو تنصيب المجلس الأعلى للشباب هذه رسالة قوية جدا واستراتيجية جدا للدولة الجزائرية لم نعهدها منذ دستور 63 يعني دستور 2020 جاء بالفارق على غرار بقي الدستير الأخرى وأحدث الفارقة فيما بينه وبينها لماذا؟ لأنه أعطى حقيقة معنى كبير جدا لفئة الشباب والجزائر الآن تلك النية الصادقة ترجمت على أرض الواقع من خلال إعطاء المشعل ليا شباب نعم هذه الرسالة هذه الرسالة أستاذ بيسا التي ذكرتها وهي حقيقة وفعليا نحن نلمس تدريجيا مثل ما قال السيد الرئيس تدريجيا تمرير المشعل من ربما دعنا نقول من الكهول وشيوخ إلى الشباب وهذه الرسالة أيضا قوية جدا للخارج والداخل على أن الشباب هو عماد الدولة اليوم وتعتمد عليه الجزائر الجديدة في كل الميدين أستاذ عبد الحفيظ بيكيس ما مدى أهمية كل هذه الهيئات الاستشارية ماذا ستضيف وعندما نتحدث عن تجديد المؤسسات من خلال إشراك الشباب هل تعتقد أننا الآن سنعيد الثقة ليا المواطن من خلال مؤسسات جديدة هيئات استشارية فيها شباب شباب اللي كان مهمش فيها السابق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شكرا أخي محمد على هذه الاستضافة الطيبة الملاحظ في مسيرة الجزائر الجديدة ما بعد الحراك أن الشباب الجزائري كان ولا يزال فعالا قائما بمهمته داخل هذا الوطن واعيا بالمهام الكبرى المنوطة به سواء من خلال مشاركته الفعالة في الحراك الشعبي الجزائري الذي توجه بكل سلمية وبكل وعي وبكل رشاد بتنصيب الجزائر الجديدة بدءا بالانتخابات الرئاسية وانتهاءا بانتخاب مختلف المؤسسات الوطنية بدءا بالبرلمان ثم المجال الشعبية البلدية والولائية الآن بعد استكمال تنصيب مسيرة المؤسسات الأساسية للدولة نأتي إلى مرحلة أكثر عقا وأنا أعتبرها كذلك وهي مرحلة تنصيب الهيئات الاستشارية ما فائدة الهيئات الاستشارية في هذا الظرف أو في هذا الوقت بالذلك الهيئات الاستشارية ذات فعالية قصوة نشوف ربما كثير من النماذج الموجودة في كثير من الدول وكثير من الأنظمة الناجحة سياسيا وقانونيا هي أنظمة تعتمد على الفكرة الاستشارية لأنها فكرة مهضومة جدا في الواقع فكرة نابعة من الواقع فكرة لديها من الخبراء ما يمكن أن يؤصلها نحو بر الأمان وبالتالي تفعيل آلية التطبيق هذه نقطة مهمة أخي محمد تفعيل آلية التطبيق المجلس الأعلى للشباب كان موجودا منذ عهد سابق يعني نص عليه حتى دستور 96 إلى يومنا هذا لم يفعل المجلس الوطني للشباب لماذا؟ المجلس الأعلى للشباب لأنه وجود كثير من النعارات السياسية والحسابات الضيقة وإلى غير ذلك في المراحل السابقة الآن النقطة المهمة جدا هي تفعيل أو آلية التفعيل ومش معنى آلية التفعيل؟ وهذا الشيء الذي يحسب لصيد الرئيس وللنظامه أنه استطاع تفعيل آلية استشارية بدءا بالمجلس الذي نصبه قبل مدة مجلس البحث العلمي ثم الآن مجلس أعلى للشباب أو قبله المرصد الوطني للمجتمع المدني ثم المجلس الأعلى للشباب هذه كلها ستساهم في اقتراح مشاريع وأفكار واقعية نابعة من عمق الجزائر ومن عمق المجتمع من أجل أولا أن تكون مهضومة على المستوى المحلي ثانيا من أجل حلقة الوصل التي كنا ننادي فيها قبل مدة واللي قلنا أن الإشكالية أو الاهتمام الأكبر الذي يجب أن تقوم به السلطة في الفترة القادمة وهو إعادة ربط حلقة الثقة ما بين المواطن وما بين السلطة من جديد أو ما بين النظام من جديد هذه المجالس الاستشارية من شأنها أن تلعب الدور الفعال ما بين نقل انشغالات المواطن ما بين اهتماماته ما بين تطلعاته سواء مجتمعيا سواء شبابيا سواء علميا سواء أكاديميا سواء اقتصاديا هذه كلها مساهمات واقعية فعالة في حل حالة المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واللعب دور مكان أساسي للشباب في بناء الجزائر الجديد نعم مشاهدين متواصلنا معكم يبقوا معنا فاصل الإعلاني ثم نعود شكرا لكم مشاهدين نعود الاستكمال لنقاش مع ضيوفي إلى دكتورة فتني منار بالحديث عن هذه الهيئات الاستشارية كقوة اقتراح ويكون فيه نقاش للأفكار هذا الأمر اللي لم كانش فيه السابق حقيقة تجدر الإشارة إلى أن حصل هناك تهميش كبير جدا للشباب رغم أن في بداية الاستقلال لاحظنا بأنه كان هناك وزراء تحت ومع سن 25 سنة وهذه أيضا قوة حقيقية لأنه لو نعد تاريخيا القراءة التاريخية أن الثورة قادها الشباب لأن الشباب لديه دائما ذلك العنفوان الذي يحضل في الفارق بين كل فئات المجتمع وبالتالي حصل هناك تهميش لفئة الشباب رغم أن الجزائر دولة شابة بامتياز بمعنى ليست شابة منذ استقلالها وإنما بما تمتلكه من ثروة شبابية شباب بنسبة 75% بين سن ربما خلنا نقول 16 سنة إلى غاية 40 سنة وهذا في حد ذاته طروة حقيقية غير زائلة يجب الاستثمار فيها ولذلك اليوم ما نراه اليوم من تقدير وتقييم لقدرات الشباب ولتسليم المشعل بشكل تدريجي وأيضا شغل الشباب للعديد من المناصب الحساسة في الدولة وأيضا في أماكن سرع القرار له دلالة على إعطاء الشاب الجزائري القيمة الحقيقية التي يجب أن يتبوأها خاصة وأنه أثبت بأنه شاب واعي شاب يحافظ على بلده وعلى استقرارها وشاب أيضا مثقف ومتكون وذلك التكوين الذي يؤهله على القيادة واليوم كما قلت هذه كل الدلالات التي تعبر عن صدق والمسعى الحقيقي لتسليم المشعل للشباب هذا أيضا سوف يندرج في محاربة هجرة الأدمغة لأننا منذ السنوات الماضية شهدنا هجرة كبيرة للأدمغة والكفاءات وهذا ما يضعف الجبهة الاجتماعية كما يضعف أيضا المناصب التي يمكن أن يتبوأها الشاب في إطار أنه لا يوجد ربما نصطدم بواقع أنه في يوم ما سوف لنجد القيادة الحكيمة والرشيدة التي تقود البلد وبالتالي علينا أن نستثمر كلنا في هذا الشاب سواء نخبة أو طبقة سياسية أو مجتمع مدني أو سلطات قائمة على الشأن العام بالحديث عن الاستثمار في هذه الفئة الشبانية القوية والريهان كبير عليها يلتحق بنا عبر سكايب عبد الحكيم بير زمزم أعوض بالمجلس الأعلى لشباب عن ولاية تيارت مساء الخير أهلا وسهلا بك مبروك عليكم العضوية في المجلس الأعلى لشباب أهلا بك إذن كسؤال أول بك مرحبا في سابق شباب كان مهمش الآن فرصة كبيرة أمامكم عندما نتحدث عن هذا الفضاء الكبير عن هذه الهائلة الاستشارية عندما نتحدث عن المجلس الأعلى ليا شباب الآن الشاب مرشح لتقديم ما عليه مؤهل للعب دوره الحقيقي المساهمة في هذه النهضة التنموية الشاب اللي كان بعيد كل بعد عن الحياة العامة الآن من خلال هذا المجلس ريهان كبير عليها تفضل سيد عبد الحكيم بدلا ببدل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نثمن قرار سيد رئيس الجمهورية في إنشاء المجسعة للشباب الذي كان مبرمجاً في برنامج الانتخابي على إشراك الشاب الجزائري بالحياة الشياسية ومنحي الثقة وتسليمين مشعل تدريجياً لأجل العمل على بناء الجزائر الجديدة وتكريس الديمقراطية التشاركية حتى يصبح الشاب الجزائري الذي فقد الثقة سابقاً أن يعيد له الثقة تدريجياً في الحكومة وفي الجزائر الجديدة طيب عبد الحكيم بالحديث عن هذه النقطة الآن كما قلت في البداية فيه نياة صادقة هذه النياة الصادقة التي ترجمت على أرض الواقع من أجل تسليم المشعلية شباب ألا تعتقد أنه الآن رهان كبير عليكم عندما نتحدث عن ترقية القيم الوطنية والحسن المدني والتضامن الاجتماعي في ظل تحديات تقليمية كثيرة في ظل تحديات دولية كثيرة ومساهمتكم أنتم الشباب في إيصال كل أمال الشباب الجزائري في إيصال كل تطلعاتهم وكذلك كنقطة جد هامة تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية الجبهة الداخلية بالطبع واجب على الشباب أن يكبت كفاءته وجدارته لأن السيد الرئيس الجمهورية منحه الطيقة الكاملة وبنى وستر برنامجاً خاصاً منوطاً بالشباب الجزائري وبكفاءته الشباب الجزائري اللي في النجسة على الشباب أغلبية كله شباب وكفاءات علمية وخبرات المستمع المدني والحركة الطلابية أنا شباب مكون شباب غير على بلده أجيبوا تكاثف تكاثفوا الشباب وكما نقولوا تواية شباب تواية شباب نأزل العمل على دناء جزائر جديدة بثواعد شبانية يعني جزائر نبنوها نحن المسؤولين لها والسيد الرئيس الجمهورية صرحانا أقلنا الجزائر نسلمها لكم وقوموا بها إن شاء الله نكونوا لقدر المسؤولية باش نقوط جبهة الداخلية يلا يبقى معي فقط نعم المجلس الأعلى لشباب بنص عليه دستور 2020 بدءا من مادة 214 وأيضا الهدف منه هو إعطاء دور أو تفعيل دور الشباب حقيقة وأيضا دسترت هذه الهيئة الاستشارية إنما يدل على أن إعطاءها القيمة الحقيقية للشباب اليوم على الشباب رهان كبير جدا في أنه يقوي الجبهة الداخلية أيضا أخلاقت الحياة السياسية والاجتماعية وهذا مهم جدا في مصارى الشباب اليوم الشباب أشير فقط إلى أن سن القسوة لأعضاء المجلس الشعر العالي للشباب هي 40 سنة ولذلك مهم جدا الاستثمار في هذه القدرات الخارقة ذهنية جسدية ونفسية حتى ندفع بكل الجبهات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلاد طيب أعود لك عبد الحاكيم كسؤال أخير ألا تعتقد الآن أنها فرصة لكم فرصة لكل الأعضاء من الجزائر العميقة لتقديم آراء توصيات اقترحات حول كل المسائل التي تهم الشباب في كل المجالات بالطبع رأينا منية السادقة للسيد رئيس الجمهورية في منح الثيقة منح الثيقة للشباب إن شاء الله نحن يرانا كلنا عزم وثيقة باش نكونوا خير خير السفير للشباب ونحن عشنا مع الشباب عشنا الواقع الموايسة للشباب الواقع المرر تها الشباب نعرف هو شي يمر بالشباب إن شاء الله نعمله على طرح انشغاله والعمل على حل المشاكل الشباب الواقعية وردها للسيد رئيس الجمهورية الذي يعمل شخصيا ومتابعا شخصيا للشباب الجزائري أن الشباب الجزائري يحسد يحسد من طرف الجهات الخارجية الجزائر تحسد على هذه الطاقات الشبهنية التي تزخر بها بلادنا الحبيبة نحن إن شاء الله نسعى باش نوع الشباب بتاعنا باش نعمل على عمل على توعية الشباب ويدخاله بالحياة سياسية وعلى بناء جزائره بتواعده بتواعده الشبانية جزائر جزائرنا ونحن مسؤولون عليها من غير المعقول أن يجي واحد من غير مش قاطن بالجزائر باش يبني الجزائر نحن نعيش الجزائر تانا نحن نبنوها بالشباب تانا بالتوفيق لكل الشباب الجزائري إن شاء الله بالتوفيق لكم شكرا جزيلا لك عضو بي المجلس الأعلى لشباب عن ولاية تيارت عبد الحكيم بير زمزم شكرا جزيلا لك بي توفيق لك ولكل أعضاء المجلس الأعلى لشباب تحول الدكتورة فتني منار ريهان كبير كما قلت على الشباب في ظل تحدية تقليمية كثيرة دولية جهة حاقدة على الجزائر الآن الشباب فرستوا لتعزيز وتقوية الجبهة الداخلية فرست هذه الهيئة الاستشارية دوركم منتم في المرصد الوطني كذلك المجتمع المدني صحيح نحن نشتغل بشكل مكثف جدا منذ تنصيبنا من قبل السيد الرئيس الجمهورية المرصد الوطني المجتمع المدني وأيضا نحن نعمل في أرضية الواقع وفقا لواقع الجزائر حتى نتصدى لكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلد أيضا حتى نؤثر المجتمع المدني وحتى نكرر الثقافة من خلال التكوين من خلال التكوين المستمر من خلال أيضا إشراك كل الفعينين في المجتمع المدني مواطنين جمعيات نقبات الكل يشتغل اليوم بمعية المرصد الوطني للمجتمع المدني عفوا حتى نصل إلى أهداف معينة هي أولا الديمقراطية التشاركية الفعلية والحقيقية في صنع القرار أيضا مأساسة عمل المجتمع المدني باعتبارها عمل تطوعي أيضا أليات تطوير أداء المجتمع المدني وإشراكه في كل الفعاليات على كل الجبهات خاصة أن التحدي هو تحدي اقتصادي بامتياز تحدي غذائي بامتياز تحدي استقرار جبهة داخلية بامتياز وتحدي أيضا تحرشات وهجمات من الخارج خاصة وأن الجزائر على صعيد الجيو سياسي اليوم ملتفة حولها الكثير من الأزمات والكثير أيضا من الصراعات سواء من الجهة الشرقية أو الغربية أو حتى الجنوبية في منطقة الساحل وبالتالي الرهان كبير جدا على الشباب على أنه يصون مكتسبات الدولة الجزائرية أولا استقرارها واستقلالها أوضا ثبات في الجبهة الاجتماعية تأطير الشباب الحقيقي يخدم صالح بلده ويؤسس لجزائر جديدة حقيقية من خلال تفاعله مع الأحداث داخل وخارج الوطن من خلال أيضا تصديه لكل ما يأتي من الخارج أو حتى بعض الذين يشاركون من الداخل هذا أيضا مهم جدا خاصة الذباب الإلكتروني الذي يريد التشويش على الجزائر ويريد أيضا إظهار صورة غير حقيقية وسوداء عن الجزائر خاصة أنه نحن اليوم سوف نشهد أحداث وتنظيم دورة البحر الأبيض المتوسط في وهران على الجزائري وعلى الشاب الجزائري اليوم أن يشتغل عن طريق الجانب الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال أيضا إظهار الصورة الحقيقية لشاب الجزائري داخل وخارج الوطن طيب أستاذ بكيس برأيك كيف يمكن أن نستثمر في هذه الهيئات الاستشارية لتقوية الجبهة الداخلية في ظل تحديات إقليمية ودولية كثيرة تعيشها الجزائر تحديات الدولية والإقليمية فعلا فعلا الجزائر تعيش تحديات كبيرة جدا على الصعيد المحلي والصعيد الدولي اليوم رأنا أمام رهانات كبيرة جدا رهانات اقتصادية رهانات اجتماعية رهانات سياسية وحتى أقول رهانات عربية نحن مقبلون بعد أيام قليلة على القمة العربية هذه القمة التي ينتظر منها كثير اليوم نعيش ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهو حدث رياضي هام جدا أيضا سنعيش سنعيش في المستقبل القريب جدا الكثير من الرهانات السياسية والاقتصادية ولما المشاريع دور هذه الهيئات كهيئات استشارية كما سبق عشر أنه يجب أن نخرج من التفكير الدماغوجي أو التفكير ما نسميه بالتفكير التقليدي التفكير التقليدي هو الذي يعتمد على آلية الإدارة البيروقراطية أنا لما سمعت الرئيس تبون قبل أيام قال يجب أن ننهي فكرة البيروقراطية بمعنى يجب أن ننزل بهذا النظام أو بهذه المشاريع أو بهذه الأفكار إلى أحضان المجتمع لما يحتضنها المجتمع سيشارك فيها الكبير والصغير والمرأة والرجل والشاب والمثقف والمتعلم وكل الناس لما يشاركوا كل الناس في تنمية هذه المشاريع كلهم وفق اختصاصه وكلهم وكلهم وفق طبيعته وكلهم وفق رأيه رح نخرج من فكرة احتكار المشروع واحتكار العمل واحتكار السياسة واحتكار الاقتصاد واحتكار التعليم وكل هذه المشاكل التي نعاني منها نحن اليوم واقع الهيئات الاستشارية يجب أن يثمن حقيقة يجب أن تلعب الدور الأساسي المنوط بها من أجل أن تعيد تلك الحلقة الأساسية ما بين النظام وما بين الشعب وما بين فعاليات المجتمع المدني التي لا يجب أن تكون فقط سلبية لا يجب أن تكون فقط منتقدة ولكن يجب أن تكون مساهمة في الفعل الاقتصادي مساهمة في الفعل السياسي مساهمة في الفعل الاجتماعي نحن اليوم الشيء الذي نسمعه أخي محمد تسمح لي الزميلة الأستاذة على هذه الكلمات الشيء الذي نسمعه في القهاوي والشيء الذي نسمعه في المحطات والشيء الذي نسمعه عند الناس هو فيه شيء من الحقيقة واقعيا الناس لا يجد كلام باطل ولكن يجب أن يترجم هذا الكلام الفضفاب الذي لا قيمة تطبيقية وعملية وأكاديمية له إلى واقع حقيقي ملموس يجد الحلول ويستثمر فيها بدل أن يضع المشكلات والعرقيل والانتقادات فقط نحن اليوم يجب أن نحدد معايير الانطلاق ومعايير الوصول أيضا ومخططات الوصول لهذه الهيئات لما نحكي المجلس الأعلى للشباب المجلس الأعلى للشباب يجب أن يكون له برنامج يجب أن يكون له طموح يجب أن يرسم خارطة الطريق للخروج بالشباب من عالم البطانة من براث الفساد من براث البيروقراطية من براث المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الموجودة حاليا إلى مستقبل زهر يكون فيه الشاب واقعيا حقيقيا مفعالا منتجا في تجارب لبعض الدول أن هذه الهيئات الاستشارية كانت بمثابة المرافق وهذا اللي لازم يكون هنا أن نظام المرافقة الذي يجب أن تقوم به هذه الهيئات الاستشارية يجب أن يكون فعالا لأنه كان فيه وزارات تطبيقية وزارات تنفيذية وكان هيئات استشارية من الذي يكون حلقة الوصل مع المواطن هي هذه الهيئات الاستشارية يجب أن تكون بمثابة المرافق للأنظمة السياسية وهيئات النظام السياسي التنفيذية من أجل حل حالة مختلف المشاكل ووضع اليد على الجرح من خلال خلق أو صنع أو تجسيد الكثير من المشاريع التي يجب أن تعود بالنفع على المجتمع شكرا تفضلي أستاذ أحمد شكرا زميلي وأنا لا إشكال لدي لكن فقط أشاطرك الرأي فيما قلت وربما أختلف معك في البعض منه على اعتبار أن يجب أن تكون هناك للمجلس الأعلى للشباب رهنات أمامه عليه أن يرفع التشالنج لأنه مهم جدا في إطار خطة استراتيجية قريبة متوسطة وبعيدة المدى حتى يتسنى له وعلى غرار ما قمنا به في المرصد الوطني للمجتمع المدني الخطة السنوية والخطة الرباعية هذا مهم جدا حتى يكون هناك تقييم ذاتي للأداء من خلاله يكون تقويم أيضا ذاتي للأداء بمعنى أننا ننطلق مما حققناه من خلال الخطة الاستراتيجية التي وضعت ما حققناه ما ينتظر أن يتحقق ولم يتحقق وما ينتظر أن يتحقق في قادم الأيام لأننا لا تنسى بأن بالنسبة للمرصد الوطني أو المجلس أعلي الشباب كلنا أعضاء مؤسسين وبالتالي يقع على عاتقنا عبء التأسيس لتنظيم وهيئة استشارية مهمة جدا استحدثت حديثا إضافة إلى أن هناك أيضا تصدي مثل ما قال الزميل قال بأن ألعاب البحر الأبوض المتوسط ستكون الجزائر والشباب سفراء فيها لأنها ألعاب رياضية لا بل هي أبعد من ذلك هي أيضا استراتيجية للدولة الجزائرية سواء من خلال القمة الإفريقية أو العربية أو حتى من خلال الألعاب البحر المتوسط لأنه دعونا نكون صرحة أن هناك أجندات دول في إطار تجمع المنظمات الغير حكومية التي تقوم بتحرير تقارير وفق ما يناسبها السياسة الدول التي تناسبها والتي لا تناسبها وسياسة الجزائر خاصة متعرقة بقضايا التحرر لا تناسب تلك المنظمات الغير حكومية وهي في حقيقة الأمر حكومية بامتياز وتخدم أجندات دولها وبالتالي على الشباب اليوم أن يتصدى لمهاته الأفعال من خلال أدائه من خلال إعطاء الصورة الحقيقية للمواطنة الحقيقية الشبابية من خلال تكاتفه مع مؤسسات دولته ومجاليسها المتخبة من خلال أيضا إعطاء الصورة الحقيقية للجزائر على أنها بدل بلد أمن وأمان بلد سلم بلد يحتضن الجميع وأيضا دولة لا تتدخل في الشؤون من خلال سياستها الخارجية لا تدخل في الشؤون الداخلية للدول وغايتها فقط في سياستها الخارجية هي إقرار السلم والأمان الحقيقي والفعلي في الدول ولجميع الدول هذا مهم جدا التسويق له على أن الجزائر هذه الصورة الحقيقية للجزائر وليست الصورة التي يسوق لها ربما في المجتمع الدولي حتى يشوه الصورة الحقيقية للجزائر والجزائر على وجه خصوص باختصار أستاذ بكيس الآن مع استكمال هذه المحطة الأخيرة في مسار الإصلاحات الآن كل شخص عليه أن يعمل جاهدا كل في منصبه من أجل هذه الجزائر الجديدة وإرجاع ثقة للمواطن باختصار أستاذ ما أوددت أن أقوله لزميلتي قبل ذلك هو تطلعاتنا كشباب وكنخبة شوف ما يجب أن نقوله يجب أن نقوله بكل صراحة لا يجب أن يبقى المجلس الأعلى للشباب ولا فعاليات المجتمع المدني ولا المرصد باختصار أستاذ لا يجب أن تبقى رهانات صالونات ولا يجب أن تبقى رهانات مجالس أنا أمن أن التخطيط لمستقبل مثمر من خلال خطط رباعية أو خماسية أو حتى طويلة الأمد أو بعيدة الأمد أمر ضروري ومهم جدا لكن ما يهم أكثر هو الاستماع جيدا إلى التقويمات الشعبية والتقويمات النخبوية الموجودة وفعية شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحفيظ بكيسة شكرا كذلك وستاذة فتني منار شكرا جزيلا لك في عشر ثواني نعم الشعب مصدر كل السلطات وأقول أن الشباب أكثر بذلك من كثير شكرا جزيلا لكم ختم برنامج السلام عليكم